السلام عليكم مرحبا بكم معاي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معاي من بين الحلوية المغربية القديمة اللي صراحة كالجلديدة واللي بقي كنحضره عحد الان اليوم ان شاء الله نحضره حلوة دي الكوكو اللي صراحة كالجلديدة بزوبة طرقة لهي السهلة وكبتح اقتصادية كنتم نتعجبكم الحلقة اليوم وقبل مرون طريقة تحذر اللي بقى مشاركتي معاي في القناة تضغط على زر اشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد وده باخليكم مع طريقة تحذر وهنايا بالنسبة الطريقة والمقادر اول حاجة كانحتاج من 500 جرام دي الكوكو بعد ما حمرته كنتم تحنو بهاتشكل هدا كيمكنكم ايضا بتاعفو المقادر كيمكنكم ايضا تعودو الكوكو وتعودوه باللوس يعني كيبقى لحسب الاختيار دي الكو منزومة انا هنايا بعد ما كانتحنو طحن اللولا مزيان كانضيفه له 200 جرام دي السكر سيدا وكان رجع كانتحن كل شي مزيان حتى كانحسا له واحد العجينة اللي كتكون رطبة دي الكوكو هيدا باش كتجينها حلوة يعني كتجينها معلكة وكتجينها رطبة في نفس الوقت وهنايا بعد ما كانتحن الكوكو مزيان كيجي بهاتشكل هدا كيجي رطب هنايا باش كننسموه فانا هنا كناخدو حتشوية دي القرفة كيمكنكم تعودوها بنكهة دي الظاني وهنايا باش كنجمع العجينة ديالي فانا كنحتاجن شوية دي السبدة نضوبة أنا هنا بما انني عندي العجينة دي الكوكو مطحونة مزيان فبالنسبة الزبدة راح ما كنحتاج شي بزا فانا يوحد الكامية اللي هي قليلة هنايا قنخلط مزيان حتى كنحصها على العجينة اللي كتكون الرطبة وهنايا بعد ما كنكون نخلط اللي جينة ديالي الكوكو مزيان هناك انا اخدو شوية وكننحرب اللي بهاتشكل هدا كيف هاتشوفو معيا يعني ما كنحربلو عشي رقيقة يبهذا الحجم هدا ومن بعد ما كنسريك على منهم فحت السينية وكننقام استمره يعني من نفس طريقة حتى كنكمل العقدة ديالي الكوكو اللي عندي وهنايا كنحتاج العجين الخاص بالحلويات اللي اتبق لي وحضرت لكم فيديو خاص ان شاء الله نخلي لكم في اخر فيديو طريقة تحضير العجين انايا بعد ما كنكون عجينة لجينة ديالنا مزيان كنخلي واحتكا ترتاح حتى كنخدمو بها باش كالجينة سهلة في تطلق انايا كناخد شوية ديالعجين اللي كنطلقه في ديالك ومن بعد كنطلقه في الماكينة رقيق وهنايا من بعد ما كنكون طلقت العجينة ديالي رقيقها بهتشكل هدا فهنايا كنحاول ان انزول زيادة ديالعجين ونقدل العجين مزيان ومن بعد كناخد العقدة ديالكوكو اللي كانعمله فوق العجين بهتشكل اللي هتشوفه معيا ومن بعد ما كنعمل العقدة ديالكوكو متغطيها بالعجينة مزيان وكنسبس ديالك العاجين مزيان مزيان اضغط على العجن اضغط على العجن اضغط على العجن اضغط على العجن وهنا هي كنا نبدأ نقطع للشكل الأشريطة يعني بحل يكن قطعه الفقس يعني بالقياس اللي بغيناه وهنا هي بعد ما كان قطعها كتجي بهات الشكل هذا وهنا هي كنلويها بهات الشكل اللي هتشوفه معي يعني الطريقة اللي هي سهلة هنا هي كيف قلت لكم فضروري بالنسبة لكوكو يعني يخسوكم عندكم مطحون مزيان هيدا باش مني كتلوي الحلوة يعني كتبقى محافظة للشكل دياله وايضا كتجيكم يعني سهلة يعني مكيبقاش يتكسر معكم بالنسبة لكوكو وبنفس الطريقة يعني كمقا مستمرة اول حاجة كمده نقطع بهات القياس هذا يعني نفس القياس اللي عملنا في الاول وكلويها يعني بكل سهولة بهات الشكل هذا ومباشرة كنعملوها فوق السينية باش كتقام حفظة للشكل دياله فكيف شوتو الطريقة فهي سهلة فانا مقام استمرة يعني بنفس الشكل حتى كنكمل وهنا يعني بعد ما كنساليك ندخل حلوة الفران على 10 حرارة 180 درجان بعد ما كنستحبتم مقبل وبالنسبة للمدة ديالطيب تقريبا 10 دقائق وهنا كيف كتشوفو معي بعد ما كتكن تطابط الحلوة كنخليوها حتى كتبرد مزيان وكنقدموها بهات الشكل هذا فكشوتو الطريقة دياله فهي سهلة وبسيطة والصراحة كتجيب لديدة بزف مدق دياله وكتجيب الطريقة اللي هي سهلة واقتصادية ايضا وكتطيح واحدة الكامية اللي هي كبيرة يعني دعملنا غي 500 جرام ديالكوكاورة هي كتطيحنا واحدة الكامية اللي هي كتيرة كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تكون اجبتكم الحلقة دياليوما وده اجبتكم الحلقة ما تتنسوش من الاعجاب وايضا تفارتش في الفيديو هدينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتتعمل فائدة ان شاء الله للجميع ودبا نخليكم على خير بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة